بعد انسداد سياسي مستمر منذ أكثر من تسعة أشهر ها هو الإطار التنسيقي الذي يضم عددا من الأحزاب والميليشيات الحليفة لإيران يعلن ترشيح وزير العمل السابق محمد الشيع السوداني رسميا لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة بنسختها الثامنة منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 إعلان الإطار التنسيقي جاء بعد ساعات من اعتذار القيادي في ميليشيا بدر ومستشار الأمن القومي الحالي قاسم العرجي عن عدم الترشح للمنصب التنافس السوداني البالغ من العمر 52 عاما مع المستشار بديوان رئاسة الحالي علي شكري وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة وفز في انتخابات عام 2014 عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها نور المالكي قبل أن يعلن انسحابه من الحزب عام 2016 وتأسيس حركة جديدة ومن أبرز المناصب التي أثرت الجدل حوله تسنمه لرئاسة هيئة المسائلة والعدالة المسؤولة عن تنفيذ قانون ما يعرف باشتفاث حزب البعث مراقبون رأوا أن ثم تم خاوف من اختيار شخصية داعمة لمواقف ميليشيا الحجد ومقربة من قيادات الميليشيات المسلحة في العراق وهما قد يمثل تكرارا لتجربة عاد العبد المهدي التي ينسب لها الكثير من المشكلات الحالية ومن بينها تغلغل الميليشيات في مؤسسات الدولة ومحاولة إضعاف الجيش والشرطة على حساب تلك الميليشيات وهو ذات التحفظ لدى الكتلة السياسية الأخرى ومنها التيار الصدري الذي تحفظ سابقا على ترشيح السودان لرئاسة الحكومة عقب استقالة عبد المهدي عام 2019 وهما يجعل من المشهد السياسي في البلاد غير مكتمل من ناحية مخاوف تصعيد صدريين ضد السودان بوصفه قادما من مدرسة حزب الدعوة مراقبون أكدوا أن السودان لم ينجح في إدارة وزارات في حكومات سابقة فكيف ينجح في مواجهة هذه التحديات الراهنة والمعقدة وهذا التناحر والصراع بين الإطار والتيار متوقعين قيام التيار الصدري بإسقاط الحكومة إن شكلت عبر تحشيد الشارع لتتواصل واحدة من أعقد الأزمات السياسية في العراق بعد عام 2003 عقب إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من تشرين الأول لعام 2021 والتي أفرزت نتائج غير تقليدية لتوزيع القوى السياسية داخل البرلمان كما أفرزت صراعا حزبيا وميليشيويا على السلطة والمناصب ترجمة نانسي قنقر